في المعادلات الرياضية لا يوجد حساب خاطئ لكن في المعادلات الحربية لا بد من ثغرة تنتهي بحسابات خاطئة وفي التصعيد المستمر بين الصين وتايوان بكين كانت مع جارتها تايبيه منذ انطلاق مناوراتها العسكرية عنيفة وحازمة وبلغة حادة وهو ما حذرت منه الولايات المتحدة جهود الصين الرامية لإخضاع وتقويض صمود تايوان قد تسفر عن حسابات خاطئة ومن المرجح أن تستمر حملة الضغط الصين استخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه ذريعة للتعبير عن غضبها وإجراء منورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة بحسب رؤية الولايات المتحدة لاستراتيجية الصين ضد تايوان فما هي إلا جزء من حملات بكين مكثفة ضد تايبيه تحت هدف واحد هو الترهيب وتقويض صمودها واحتجاجا على ما يخالف رغباتها أحد بواعث القلق يتمثل في أنه عندما يكون هناك حراك سياسي أو دبلوماسي في المستقبل فسوف تشعر الصين بأنها في حاجة إلى الرد وبدل مزيد هذا يمثل الأساس الجديد للاحتجاج على الأزمة التدخل الغربي في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا جعل الصين في موقف الهجوم مرة أخرى باتت تتبنى نهجا أكثر عدوانية في سياستها الخارجية من جانب ترغب بالحفاظ على مصالحها ومن جانب آخر تطوق ممرات الملاحة الاستراتيجية التي يسيطر عليها الغرب وفق لمجلة فورينفيرز بكين تعتقد أن واشنطن وتايبيه تتعمدان إثارة التوتر في المنطقة من خلال ربط الهجوم على أوكرانيا بأمن تايوان كما أنها قلقة من أن الدعم الدولي المتزايد لتايبيه قد يعيق خططها لإعادة التوحيد معها باعتبار أن السياسة صين واحدة تقع في صلب المصالح القومية الصينية روان حمزة العربية